طيب تحدثتي قبل شوي عن قربك من المرضى قربك من الناس ماذا أبرز المواقف اللي تمر عليك ومرت؟ موقف كثيرة لكن خليني أذكر لك موقف موقف السجناء موقفهم جدا صعب أنا آخر مرة كانت موقفي مع مريضة سجينة أثر فيني كثير كانت مهم صدق أنها قتلت ابنها فهذا الموقف كنت أحاول أن أكون قريبة منها أحاول أن تستجيب للعلاج معي فكانت لما تشوف ابنها أو أحد قريب من عمر ابنها كانت تهيج بالبكاء وكنت جدا حزينة موقفها فجميع الموقف ما تنسى المرضى أبد لكن هذا موقف حديثني ومازال عالق بذاكرتي